أينما كنتم طابت ليلتكم بكل خير مرحبا بكم في حلقة جديدة ويوميا من برنامجكم الملعب البرنامج الذي يحتفي الليلة برئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد الذي أرحب به في المستهل حيث يحل ضيفا علينا في هذه الحلقة الخاصة عن النادي الأهلي وانتصاره الأخير سمو الأمير أهلا وسهلا سعدا بتواجدك مرحبا رج الله اسمح لي أن أشكر صاحب اسم الملك الأمير تركي بن سلطان أخيات الحصام الدين أشكرك أخي رجاء على استضافتي أشكر القناة الرياضية السعودية على النقلة اللي حدثت هذا الموسم وبإذن الله أن تظهر الحلقة بالصورة طيبة بإذن الله في المستهلة باسم الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز باسم كافة من سوبي القناة الرياضية نبارك لكم هذا اللقب نبارك لكم هذه البطولة نبارك لك هذه الكأس الغالية التي إلى جوارك الآن الله يبارك فيك وشكرا وإذن الله إن شاء الله تكون بداية لعودة الأهلي لطريقه أو لمنصات التتويج ووضعه الطبيعي نعمل هذا سمو الأمير أنت تركت الأفرح في جدة جئت للرياض منذ يوم أمس بحسب ما عرفت كأنك استعجلت في إنهاء الأفرح أو باقي أفرح مستمرة فيه؟ لا والله الحمد الأفرح في جدة مستمرة والأفرح هنا في الرياض مستمرة في كل مناطق المملكة والله الحمد لكن تواجدي في الرياض كان لظروف خاصة بإذن الله أن الفرحة مستمرة واليوم لازالت الأفرح في النادي الأهلي مستمرة حتى تستمر في الصيف كله إن شاء الله إن شاء الله نعمل لكم التوفيق مؤكد أننا سنتحدث طويلا عن هذه المسألة لكن قبل ذلك الأهلي الذي حقق هذا اللقب في هذا الموسم بالتالي قدم نفسه كواحد من الفرسان الرهان في النهاية على الرغم من أنه كان في البداية قد تعرض لكثير من تعثرات في هذا الموسم ربما حديث طويل سنتابعه في تقرير بعد قليل سمو الأمير هل أنقذ كأس الملك موسم الأهلي؟ إلا شك رجال الله يعني تحقيق أغلى بطولة بحد ذاته هذا إنجاز غض النظر عما قدمته طوال الموسم لكن لا ينسينا هذا ما حدث من بداية الموسم إلى قبل أن نحرز هذا الكأس شي طبيعي أنه أنقذ موسم الأهلي أسعد جماهير الأهلي لكن أرجع وأقول نحن في بداية المشوى سمو الأمير وش السر اللي ظهر فجأة في الأهلي في أيامه الأخيرة يعني اللي شاف الأهلي في بداية الموسم وتعثراته وابتعاده حتى عن المنافسة وربما يمكن حتى جمهوره أي كان تماماً أنه لا أفرح له هذا الموسم وجد شي مختلف في نهاية الموسم ما الذي حدث؟ ما السر في هذا التغيير المفاجئ؟ السر الأول هو اعتراف الجميع بالخطأ أو بالتقصير الشيء الثاني كان فيه إصرار من الجميع على تعديل الوضع الشيء الثالث والأهم هو الالتفاف التفاف أعضاء الشرف قيادة الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله الجميع التف حول النادي اللاعبين أحسوا بالمسؤولية نحن كجهاز إداري أحسسنا بالمسؤولية في نقطة جداً مهمة في الموضوع جماهيرنا أوصلت لنا رسالة ماذا تريدون؟ فكانت أبلغ رسالة لتحقيق هذا الكأس تواجدهم، حضورهم، حرصهم، اهتمامهم فكان مطلب لنا أنه نرد جزء من هذا الجميل لهذه الجماهير فالله الحمد اجتمعت هذه العوامل كلها نتاجها كان كأس مولاي خادم الحرمين الشرفين نعم سمو الأمير مؤكداً أنا سنتابع فقط هذا التقرير عن الأهلي مسيرته التي بدأت بداية متعثرة سنسألك في نهاية الأمر كيف تحولت الأمور أو كيف سارت الأمور ثم أيضاً كيف تحول الفريق الأهلاوي من فريق فاقد لكل أمال الخروج ببطولة إلى فريق يتوج في مسك الختام نتابع هذا التقرير ثم نعم أكثر المتفائلين من جماهير القلع الخضراء لم يكن يتوقع هذه النهاية السعيدة في ختام الموسم الأصعب لفريقهم الذي بدأ بحضوظ عاثرة ونتائج سيئة قادته إلى مصير مجهول ودفعته للمراكز المتأخرة حتى بات خارج حسابات الدوري أمام ذلك كله كانت حضوظ الأهلي تزداد سوءاً كلما حاول الفريق الخروج من أزماته ففي الوقت الذي نجحت فيه إدارته في ترتيب الأوضاع الإدارية والفنية وجلبت أحد أشهر المدربين في المنديال الأخير وجدت نفسها بعد شهرين من تحسن النتائج أمام مصير مجهول إذ أعلن ميلوفان رغبته المفاجئة في الرحيل ليكتب صفحة جديدة في سجل المتاعب الأهلاوية التي رسمت من جديد عذابات أخرى لمحبي وعشاق القلعة وبدأ الأمر يتجه لموسم خال من الألقاب والانتصارات كل شيء كان يشير إلى موسم لا مكان فيه للأهل الذي وجد خيار استمرار مساعد مدربه هو الحل الأمثل وفيما بدت ليالي القلعة توحي باستقبال صيف مبكر ظهر فريق الأولمبي ليمنح للأخضر فرصة البصمة الأخيرة ويبدو أن الانتصارات لا تولد إلا من رحم المتاعب الأهلاويون استدموا في أولى مواجهتهم بكأس الأبطال بطريق محفوف المخاطر فكان عليهم خوض عمل شاق في أول الأدوار جاءت نتيجته لمصلح فريقهم الذي وجد نفسه أمام موقف أصعب حينما تأخر بهدفين قبيل نهاية مباراة الإياب أمام الوحدة في مكة المكرمة لكن اللحظات الأخيرة حسمت الموقف بالتعادل قبل أن يحقق فوزا عريضا أمام جماهيره التي كانت العلامة الفارقة في مسيرته ومسيرة الموسم بل إن جمهور القلعة سجل أفضلية مطلقة ونال لقب نجم الموسم بمتابعته ومؤازرته ولوحاته الفنية التي كسب معها تعاطف الجميع قبل أن يدخل الفريق معترك النهائي الذي يبدو أن تحضيرته تمت بعناية فائقة وسط متابعة يومية من خبير الأهل وعنوان تميزه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بجهود بارزة لرئيس النادي الأمير فهد بن خالد الذي عاد معه الأهل لحصد الكؤوس ويعادة الأهل إلى لغة الانتصارات إنها النهاية الأسعد والأكثر ابتهاجا للجماهير الخضراء فالفوز بأغلى الألقاب ومن أمام أقوى المنافسين وبلوغ دور أبطال آسيا تشكل مجتمع حصاد موسم استرد فيه الأهل عافيته واستعاد ثقة جمهوره وعاد للاعبيه كثيرا من وهج مفقود الكأس الغالية كأس خادم الحرمين الشريفين في وضعيتها وتصميمها الجديد للمرة الأولى معنا في هذا البرنامج وتظهر للمرة الأولى سمو الأمير بعد أن ظهرت في منصة أستاذ الأمير عبدالله الفيصل في جدة وبعد أن احتفيتم بها أنا أشكرك لأنك أحضرت هذا الكأس معك هذا أقل ما نقدم رجل الله للبرنامج والقناة الملعب يتشرف بأن يتواجد كأس خادم الحرمين الشريفين على مدى ساعة ونصف سيكون معنا هذا الكأس وفي أول ظهور له في برنامج مباشر طوال هذه المدة سمو الأمير أولا التقرير كان يتحدث عن مراحل مرت بكم في هذا الموسم هل فعلا كان موسم صعب موسم شاق بالنسبة لكم؟ والله يا رجل الله ما حكيت عن هذا الموضوع لا يمكن أوصل اللي مر فيني أنا شخصيا أو في إدارة النادي الأهلي عموما الطموح كان أكبر من اللي حدث للأهلي بكل أمانة في الدوري بالذات ربما نتفق على أن نقطة تحول الرئيسية في نتائج مباراتنا مع الاتفاق اللي كانت في الشركية بعد ما كنا متقدمين بثلاثة واحد خسرنا المبارات أربعة ثلاثة كانت نقطة سلبية ما طلعنا منها بسهولة في الدوري نعم اللي في الدوري كانت هي البداية للنكسة اللي حدثت بعد ذلك طبعا غير الأخطاء اللي كثير حكينا فيها وكثير طرحاتي اللي من بداية الموسم اللي هي تعتبر من بداية الموسم بعد كذا أتى تغيير الجهاز الفني وكان أسرع قراره ممكن يتخذه وانتقدنا لكن للأسف يعني مع نهاية الموسم كانت تقريبا 13 فريق أو 12 فريق غير مدربين حاولنا أن نعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي طبعا هذا كان حيأخذ وقت طويل وهذا اللي حدث يعني بعد ما تعقدنا مع السيد مولوفان للأسف برضو حدث ما حدث ذهب مولوفان طرينا أن نستعين بالسيد أليكس تغير الجهاز الإداري في النادي الأهلي فكانت هناك أكثر من مرحلة طبعا نتاجها المراحل كلها كانت لابد أن تكون في مستوى لا يليق فيك في الدور اللي حدث أنه في المرحلة الأخيرة بدت النقلة اللي أوصلتنا لتحقيق هذا الكأس يعني الجميع أنا أذكر فيه أكثر من برنامج وأذكر أظن فيه برنامج الملعب أو قبل ما يتغير اسم البرنامج أظن كان في الرياضة أذكر واحد من الأخوان كان ضيف البرنامج كان يقول أن الأهلي حيهبط أو مهدد في الهبوط أو ما أشابه كان يحتل المركز العاشر سموله لا وأقل من العاشر كمان يعني هي مراحل صحيح لكن لن أفاخر أن وصلنا للسادس لأنه مو فخر أصلا موقع الأهلي مو سادس لكن هي كانت بداية تصحيح عمل بداية التصحيح انتهينا في المركز السادس في الدوري وهو مركز لا يليق كأسوة للعهد خرجنا من أمام أشقائنا في نادي الهلال مع أنه جتنا يعني المباراة إلى عندنا بفارق ضربتين عن الأشقاء في نادي الهلال الحمد لله كانت تعويض الأهم بتحقيق هذا الكأس الغير سمول أمير أنا سألتك قبل التقرير عن ما السر في هذا التغير الذي حدث فجأة قلت لي الاعتراف بالأخطاء لكن بيود أن أسألك عن المباراة النهاية قبل المباراة النهاية حتى مباراة الوحدة يمكن شهادنا في التقرير الفريق يتأخر بهدفين حتى آخر الدقائق ثم يعود مرة أخرى في جدة طبعا حسمها على أرض بين الجمهور والكل كان يتوقع هذه المسألة المباراة النهاية بدأ الأهلي غير الأهلي في لاعبيه في روح لاعبيه أتحدد غير الأهلي اللي كان في الموسم وش اللي السر وش اللي سويته قبل المباراة النهاية والله خلينا أقول لك إحنا كنا في حضرة خبير رياضي صاحب السمو الملك الأمير خاد بن عبد الله اللي حدث أنه من قبل بداية البطولة رجالله كان فيه اتفاق أنه تكون هناك ورشة عمل قبل النهائي قبل بداية البطولة طبعا اللي حدث بعد احتجاجنا على شقاء في نادي الشباب كان فيه تحدي مننا أنه نصل إلى المباراة النهاية ونحقق الكاس لإثبات أنه الأهلي قادر أنه يكسب في الملعب وفي المكتب هناك ما شكك أن الأهلي لا يكسب إلا في المكاتب فكان هذا يعني ربما هذه كانت من أهم الأسباب اللي أوصلتنا للنهائي وخلتنا نحقق الكاس فأقول لك ورشة العمل كان فيه عمل وعمل منظم سواء من الأمير خالد أو مني أو أخي وشقيقي فالخير اللي كان معنا الأمير فيصل بن خالد خالد عبدالغفر أخ طارق كيال جهاز الإداري عمو من كان فيه توزيع أدوار فمنها مثلا قبل بداية البطولة كان الدور أنه الأمير فيصل يذهب باللاعبين إلى تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم في جدة لسؤالهم ماذا يحتاجون بحكم أنه ليس طرفا في الإدارة أو كعضو شرف نعم هذا قبل المبرهنية يتكلم لا لا أنا أقصد قبل بطولة في هذه الأثناء كنت أنا على تواصل مع الأمير فيصل بالرسائل أنه كيف الأجواء الخطوة اللي أتت بعد كذا صار اجتماع الأمير خالد وأنا وأمير فيصل والجهاز الإداري والفني مع اللاعبين أتت انبارات الشباب انبارات الشباب بعد كسبنا للاحتجاج اللي حدث أنه اجتماعنا فيهم أول ما جاءنا خبر أنه بإذن الله أنه الاحتجاج قبل قبل فكانت الرسالة الأولى إذا كنا سنكسب بارات الرياض بالاحتجاج ونخسرها في جدة فكنا نتمنى أن لا يقبل الاحتجاج بل كانت الرسالة أنه نتمنى أن الاحتجاج يرفض بدخول المبارات القادمة للفوز والفوز فقط فانتهينا من دور الثمانية دخلنا دور الأربعة كان فيه إصرار وكان فيه خوف الخوف من التهاون أن نقابل أولمبي الوحدة وبدون محترفين الاجتماعي اللي قبل الإمبارات بيوم كان برضو بوجود الأمير خالد خبرة الرجل الرياضية خلت هيسأل سؤال واضح وصريح وجيهكم ما هي عجبتني ماذا اللاعبين أنه ما هي نفس